مجلس الشورى مجلس الشورى المنشودة من مشروع القانون متحققة من خلال صدور المرسوم رقم 13 لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية واختتمت الجلسة بنظر المجلس في تقريرين بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 الذين تضمن توصية اللجنة بالموافقة على إقرار البيانات المالية للعامين 2020 و2021 حيث خلت البيانات المالية المدققة من أي ملاحظات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وقرر المجلس الموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للعامين 2020 و2021 ناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المرسوم رقم 4 لسنة 2022 حاول تطبيق الاتفاق الصادر بالمرسوم رقم 7 لسنة 1979 الذي يحكم العلاقة بين المنسق الأمم المتحدة وجعل المرسوم هو المنسق العام هو الذي يمثل الأمم المتحدة الآن في مملكة البحرين للبرامج الإنمائية وهو أعلى درجة من الموثل المقيم السابق فالحمد لله طبعا المجلس تفهم هذا الشيء ووافق على المرسوم بالإجماع يجد الإشارة بأن الألمان العامة التزمت معايير تدقيق المالية في إعداد البيانات المالية وفقا لمواد اللائحة للمجلس ويضا تم تدقيق البيانات المالية من قبل ديوان رقبه المالية والإدارية أصدر ديوان المالية والإدارية تقريره بشأن الحسابات الختامية دون أي تحفظات وذكر ديوان أن البيانات المالية للمجلس تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للمجلس وإيرادات المصرفات للمجلس وأيضا تغييرات في التدفقات النقدية كانت من ضمنها عدة توصيات في تقرير اللجنة والمجلس قرر التوصيات بالتقرير ترجمة نانسي قنقر